دعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود انطلقت فعاليات النسخة الثامنة لمعرض صارون المجوهرات 2017 بمشاركة 50 عارضا محليا وعالميا من 10 دول خلال جولتي اليوم المشاركين في المعرض طبعا من الشركات المعروفة وحسنا المعرض بيكون ناجح سيقام على هامش المعرض مسابقة تصميم المجوهرات لدعم الطاقات الشابة والتي ستعرض نتائجها خلال أيام المعرض أنا أفتخر في هذا المسابقة نحرص كل سنة نسويها ونسويها بشكل مختلف هذه السنة دعمونا فيها أصحاب شركات المجوهرات أنهم يكونوا يعرفوا يختاروا لأنهم يعرفوا يفهموا بالتكنيك حق التصميم فهم قرروا أنهم يختاروا وهم ينقوا كل شيء قطعتي عبارة عن رسالة الحب والسلام للعالم اخترت الفيروز وهو يعبر عن العالم اللون الأزرق يعني العالم والكرة الأرضية حمامة السلام ترمز للصفاء اللون الأبيض يرمز للصفاء والحب السلام الداخلي حاملة زهرة اللوتس حبت أكثر المألوف أنها تحمل غصنة زيتون بأنها تحمل زهرة اللوتس زهرة اللوتس ترمز للنماء والازدهار والتتنافس في المعرض أهم وأشهر بيوت المجوهرات العالمية الشهيرة على تقديم أحدث ما تم تصميمه في مجال المجوهرات لعام 2017 إلنا باع طويل في المشاركات الدولية خاصة والمحلية ولكن نحن دائما نطمح أن تصير مشاركات فعلية في المملكة العربية السعودية لأن السوق منفتح وسوق واسع بالإضافة إلى أن ذوق المرأة السعودية ارتقى إلى مستويات رهيبة ويهدف المعرض إلى استقطاب الشركات العالمية للسوق المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تعزز من قيمة الاستثمار الأجنبي كركيزة أساسية في تحقيق معدلات النمو لبرنامج حياتنا آية سحرتي جدة